طيب هنروح لكرة اليد سيدات الحقيقة برضو يعني فيه هزة شوية في النتائج وهحلل معاكم كل حاجة يعني هتكلم معاكم بوضوح وبشفافية كاملة جدا فريق اليد مبارح كان بيلعب الطيران وكنا كاسبين الشوت الاول فرق كبير 15-13 والشوت التاني الفرق وصل الفرق 5 اهداف ولكن في سيناريو غريب نادي الطيران عوض واستطاع انه يفوز بالمباراة في اخر وقت ويحسب المباراة لصالحه طيب دي تاني خسارة لنا هذا الموسم اول مباراة كانت مع سموحة هناك في اسكندرية وخسرنا تاني مباراة كانت مع الزمالك وفوزنا 36-24 دخلنا بعد كده على النادي المعادي كسبنا رابع مباراة النهاردة الطيران للأسف مبارح لم نوفق طيب هتقول لي يا كابتن طب ما هو كده يعني تاني خسارة دي يا باي باقى اول ماتش سموحة ما كانش صدفة طب خلينا اتكلم معاكم بكل منطقية والله وحيادية مش عشان حاجة اولا فيه معلومة جمهور النادي الاهلي ما يعرفهاش احنا اللي جوا النادي عارفين الوضع ده اولا تم انشاء فريق منتخب مصر الاول لكرة اليد سيدات ما كانش موجود قبل كده تم انشاء ودي حاجة تسعدنا جدا جدا واحنا هنا اول برنامج الحقيقة من البرامج الرياضية المهتمة بعلقاب الأخرى ندينا ان يبقى في فريق منتخب مصر للسيدات لأسوة بالرجال ان احنا جيناتنا جاية بكرة اليد فريقنا لو خد الاعداد المزبوط ممكن يعني ربنا يكرمنا بمدليات في بطولات محافل عالمية من خلال السيدات طب ليه نخسر الميزة دي فالتحاد كورتاليات دي الحالي بأمانة يعني وده يعني يعني يحسب ليهم ان هم اللي بدأوا خطوات فعلية في الوقت اللي عندك منتخب الناشئات ومنتخب الشبات حاجة تفرح في كاس العالم عاملوا انجاز كبير وايضا في افريقيا عاملين انجاز فإذا عندك نواة جيدة مع اللعيبة اللي بتلعب بره في اوروبا زي مروة زي رحاب لعبات كتير بيلعبوا بره في اوروبا في اكبر دوريات هيبقى عندك منتخب قوي طيب انت بتقول كده ليه كابتن هيسم اقول لكم ليه بقول كده المنتخب بيطبقوا عليه نفس السياسة المنتخب الرجال بيتجمعوا كل اسبوع حوالي يومين او ثلاثة طيب احنا عندنا كم لعبة من المنتخب مصر عندنا عشر لعبات من النادي الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر وده وضع طبيعي لاننادي الاهلي اخر تلاتين سنة يعني او خمسة وتلاتين سنة واخدين الدوري تلاتين سنة تلاتين مرة يعني فإذا انت احسن فريق كنت يد في مصر سيدات انا ما بقولش كده بقول نتايج يعني فوضع طبيعي اني بمعندك عشر لعبات في منتخب مصر بيتمرنوا اسبوعيا بيتم استدعائهم بيروحوا تلات اربع تمارين في الاسبوع من منتخب مصر ويرجعوا لك قبل المطش تمرنتين عشان تلعب المباراة في الوقت اللي انت عامل تدعيم بصفقات جديدة منها طبعا اللعبة المحترفة التونسية تم تغييرها كانت سنس حشان السنة اللي فاتت عندك صفقات جديدة تم الانضمام او ضمت للنادي الاهلي نشاءة تم تصاعدهم او شبات تم تصاعدهم الفريق الاول انت محتاج وقت محتاج هارموني في المطشاط فانا رأيي رأيي المتواضع انت عندك عشان تبقى متفوق الشرط الاول زي اسموحه وتخسر في الشرط التاني اسموحه والطيران وتخسر في الشرط التاني هو عاملين ملهمش تالت مفيش تناغم على الفرقة مع اول يعني زي ما بقولوا او ضغط على الفرقة مفيش هارموني مش كل واحد عارف دوره مفيش تقفلات انت لما بكون مرتاح بتلاقي الدنيا كويسة طب بيه اللي تم بيبقى مفيش هارموني دي رقم واحد رقم اتنين الناحية البدنية لابد ان يتم النظر في ناحية البدنية هل هي تمام هل الأمور ماشية كويسة لو نحل بدانية كويسة يبقى هو ده العامل التاني هو اللي بيحكمنا في الوقت اللي فيه أحد اللاعبات المهمة جدا ما لعبتش مباراة مباراة نصرة كابتن الفريق نصرة عيد عبد الملك أحد أفضل اللاعبات الفريق في مصر كله مش في النادي الأهلي يعني مش لبروزوكر الفريق بتلعب في كل المراكز غابت على المباراة مباراة مباراة طبعا ما بنجيبش عذار ولكن أنا بديكم الصورة لازم النادي الأهلي أو لازم جهاز الفني يقعد يشوفها يعمل إيه هل محتاجين مثلا نخاطب الاتحاد إنه كتير جدا نصر إسبوع أو أكتر يكون اللاعبات بتمرانهم على المنتخب وبأحمال عالية ويبعا يجي لك في النادي الأهلي انت محتاج تكمل شغلك ما انتش عارف طب هتقول لي ما كل على كل لا مش على كل آسف ليه لأن الفرع الأخرى مش متاخد منه عشر لعبات معلش لازم نوضح الكلام ده احنا مش بندافع احنا بنحط الموضوع بالزبط قدام جمهور النادي الأهلي في مشاكل فنية لازم يعني لازم تدرس طبعا لازم تدرس لأن طبعا انت بتبقى شط الأول كسبان وشط تاني دي فرق خمسة وبعاكيه يحصل الكيرف ينزل وانا قلت لحضراتكم غياب الهارموني وده أكيد حاصل وإنها حال بدنية لو إنها حال بدنية تمام خلاص لو مش تمام يبقى لازم تزود بدنيا الأحمال الحاجات دي وفي نفس الوقت انت برضو مش عارف تزمد ناحية بدنية ليه لأن لعبتك كلها فين مع المنتخب ما انتش عارف أحمالهم إيه خايف تقرس عليهم في الناحية البدنية يكون هم مقرس عليهم قردي في منتخب مصر تلاقي نفسك عندك 3-4 إصابات إذن النادي الأهلي بيدفع تمن كبير جدا إنه المنتخب بيروح منه 10 لأه ولكن ده هو ده يعني ده الزاب وطبعا بترحاب يعني ويعني في المنتخبات بيعملوا إيه ولكن لازم يكون فيه تنصيق لازم اتحكرة اليد عشان ما بقاش أنا اللي تزرمت لازم يكون فيه تكافؤ فرص على الجميع تكافؤ فرص على الجميع بقاش أنا متاخد مننا 10 لعبات من أصل 20 لعبة وفرق تانية اللي بتنفسني متاخد منها 2-3 فالفرق كلها بقاومها بتتمرن وأنا ما بتتمرنش دي الصورة واضحة خسرنا أخسرنا طيب بيقود الفريد طبعا كابت المحمد عادل زولة زي ما حضراتكم عارفين فأنا حطيت الصورة وحطيت لحضراتكم الوضع والصورة واضحة ازاي عشان تبقوا عارفين إنه مش ظروف بس فنية ممكن تبقى دي طبعا دي لها حل ولكن فيه ظروف خارج عن قرات طب يا كابتن طب ده احنا النادي الاهلي صح احنا النادي الاهلي والجهاز الفني بيشتغل على الموضوع ده وبيشوف ازاي يقدر يعود غياب اللاعبات او ازاي يعمل هارموني ازاي يزبط واول حاجة شفنا نصرى ايدها ببالك اصابة في ايديها وربنا يشفيها يا رب هتامل عملية وهتغيب على الأل شهر ونص ربنا يشفيها يا بمروها رب ونتطمن عليها يا جماعة لو نقدر نكلمها ونتطمن عليها يبقى كتر خيركم لأن فعلا نصرى من اللاعبات القوية جدا والرجالة يعني من اللاعبات الرجالة جدا فلما تتصاب نصرى وهي كابتن الفريق وهي جوكر الفريق برضو ده وهي طبعا مع المنتخب فما بتتمرم مع المنتخ فيعني نتمنى أن دي تبقى حاجة صدفة ما يبقاش نتيجة أحمال عالية فاللاعبات بترجع تتصاب لا في مصلحة النادي الاهلي ولا بالطبع في مصلحة منتخب مصر تعايز اللاعبة كاملة في منتخب مصر ولا أنا غلطان فأنا بس متوقف على الخبر ده ليه عشان جمهور النادي الاهلي بفاهم أنه الخسائر لها مبرراتها مش بقول مبرر الخسارة لا أنا بقول أسباب مش مبررات آسف اللفظ غلط ولكن أسباب الخسار وجهاز الفنية بيشتغل عليها بيشتغل عليها طبعا بدون ما يفكر بيشتغل عليها طبعا هيبقى فيه إن شاء الله تحسن بإذن الله تصورنا فيه تحسن لأن بأمانة الاسكوات عندنا محترم فرقة كويسة اللاعبات يعني عايزين يعملوا حاجة سنة دي فكل الدوافع موجود يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا يحميهم من الإصابات لأنه الواحد الحقيقة بيقلق جدا جدا من موضوع الإصابات لأن هي عدوة جديد جدا لأي فريق طيب الفترة اللي جاية عندنا إيه طيب إيه نظام الدوري هل الخسار تفريق معنا ما تفريقش معنا الخسار دي بإذن الله طب ليه يا كابتن هايزين ما تفريقش معنا احنا عندنا الدوري في السيدات 18 فريق على ما أتذكر يعني وبيلعبوا دوري دور واحد يعني عندك 17 مباراة حضرتك لعبت منهم 4 مباريات فقط 4 مباريات فقط إذا لسه عندك 13 مباراة يعني تقريبا 3 أضعاف ما لعبت 3 أضعاف ومطش زيادة اللي انت لعبت طب كم فرقة بتتأهل الدوري باع كده أول 6 فأنت ان شاء الله بإذن الرحمن أنت متأهل متأهل مفيش أي مشكلة خلص ومفيش أزمة هي تبقى المشكلة في اللي بعده إن انت هتلعب برضو دوري تقريبا من راح وجاي وهياخده أول أربعة يلعبوا دورتين مجمعتين هو ده الدوري فأنت عايز توصل في النهاية إن انت كل لعباتك موجودين وكل لعبتك موجودة ومفيش حد مصاب المصاب يخف